ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تشكيل مجلس مكافحة المخدرات برئاسة سيف بن زايد يهدف إلى مكافحة جلب المخدرات وتهريبها وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتعزيز دور الوزارات الاتحادية والهيئات المحلية للمساهمة مع المؤسسات الأمنية في مكافحة هذه الآفة كما قال سموه المخدرات بلاء هذا العصر وصرطان المجتمعات ووباء يستهدف أعز ما نملك يستهدف الشباب ومكافحته واجب وطني على كل ولي أمر وكل مسؤول حكومي وأمني وتكاتف الجهات الحكومية والتعليمية والمؤسسات الأمنية والأسر يدا واحدة هو السد المنيع أمام من يريد الشر بنا وبأبنائنا وأضاف سموه كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 والتي تهدف لزيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل إلى 71% من السكان ترجمة نانسي قنقر